وثانيا يكشف ويؤكد المسؤولية الأمريكية المباشرة عن كل هذا القتل والمجازر والهمجية وهذا النفاق الأمريكي من أول يوم بايدن بيقول وصيناهم انتبهوا للقانون الدولي حقكم بالدفاع عن النفس بس انتبهوا للمدنيين حكي فاضي نفاق اليوم ما يجري في غزة ليس حربا كبقية الحروب السابقة وليس حادثا كبقية الحوادث ليست معركة كبقية المعارك هي معركة فاصلة حاسمة تاريخية ما بعدها ليس كما قبلها على الاطلاق أما في جبهتنا اللبنانية نحن لأن البعض بيقول السيد بدو يعلن عن دخول المعركة نحن دخلنا المعركة من 28 أول نحن دخلنا المعركة من 28 أول